اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار بعد أن عرفنا في الدرس السابق أهمية سورة الفاتحة وتعرضنا إلى أسمائها الأربعة وبقي أن نعرف خصوصيات سورة الفاتحة وبعض ما ذكره في هذا المجال طبعا هناك منهج تقليدي لا بد أن نمر عليه في تفسير القرآن نجده في الكتب القديمة في التفسير وهي تصنيف الآية أو تصنيف السورة مكية أو مدنية طبعا قد يطرح سؤال باعتبار أن الاهتمام في هذا الجانب قليل الناس تسأل أنه شنو أهمية أن نعرف أن هذه السورة مكية أو نعرف أنها مدنية نحن نمر مرور كرام نشوف في بداية السورة بعض المصاحف مكتوب فيها أنه هذه سورة مكية أو سورة مدنية بعض السور بلا خلاف فيها آيات مكية وآيات مدنية لكن هناك طابع عام لكل السورة الآن نبين الفرق طبعا معرفة هذا التصنيف ليس من الترف الفكري مثلا أو الشيء الجانبي أو المعلومات الزائدة أولا علينا أن نعرف أننا إذا أردنا أن نتقن تفسير سورة من السور أو آية من الآيات علينا أن نعرف هذا الجانب لارتباطها بالسياق وبالأجواء وبالتفسير كما راح يتبين الآن الأمر الثاني عادة إحنا لما نهتم في شيء حتى في حياتنا العملية لما نغرق في الاهتمام في شيء نهتم في خصوصياته شيء طبيعي ومن خصوصيات القرآن الكريم هذه القضية المهمة قضية المكية والمدنية نزول الآيات في مكة أو نزولها في المدينة ولكل من هذين التصنيفين خصوصيات لهذا هناك اتجاهات ثلاثة شوية إحنا نطرح هذا الموضوع من بعده نشوف موقع سورة الفاتحة من هذا الموضوع من هذا التصنيف من هذا المنهج هناك اتجاهات أساسية ثلاثة لتفسير مصطلح المكي والمدني يعني ما هو على نسق واحد المفسرين يستخدمون ثلاثة طرق في معرفة أو تصنيف السورة والآية مكية أو مدنية الاتجاه الأول يعتمد على البعد المكاني تصنيف يرتبط بالمكان إذا نزلت السورة أو الآية في مكة فهي شنو؟ مكية وإذا نزلت السورة أو الآية في المدينة فهي مدنية طبعا هذا يرتبط بشكل واضح يرتبط بتأريخ الوحي لأن تأريخ الوحي وين بدأ بالبداية؟ بدأ في مكة توالت الأحداث في مكة من بعد مكة النبي صلى الله عليه وآله هاجر منها إلى المدينة فالأحداث ارتبطت بالآيات الشريفة والآيات الشريفة ارتبطت بالمكانين يعني ارتباط متسلسل المنهج الثاني الذي اعتمده بعض المفسرين هو جهة المخاطب المخاطبين في الآيات الشريفة هذا اعتبره منهج إذا كان سياق الآيات شوفوا أهمية هذه القضية إذا كان سياقات الآيات عام فهي مكية غالباً الله سبحانه وتعالى في مكة يقول يا أيها الناس لحتى المواضيع اللي في مكة الآن لعله إذا يصير مجال راح نتطرق إلى هذا الموضوع المواضيع اللي يتطرق لها القرآن في مكة تختلف عن المواضيع التي يتطرق لها في المدينة زين إذن البعد الثاني بعد المخاطبين إذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس كان الحديث حديث عام فالسورة أو الآية تكون مكية وأما إذا كان الخطاب لخصوص المسلمين أو المؤمنين فتكون السورة أو الآية شنو؟ مدنية باعتبار أن النبي هنا يواجه المسلمين ويواجه الخواص والمؤمنين المقربين من عنده أما في مكة فغالب الموجودين هم كفار والخطاب لهم لهذا حتى المواضيع مواضيع توحيد ومواضيع نبوة مو مواضيع مثلاً أمور اجتماعية ولا أمور تمثل ترتيب الدولة وترتيب شؤون المؤمنين والمسلمين يختلف كل اتجاه له مورد لهذا في المدينة مع وجود المؤمنين كثر اصطلاح يا أيها الذين آمنوا هذا الاتجاه شنو؟ قلنا أيه؟ أي رقم شنو يكون؟ الثاني أما الاتجاه الثالث الذي انتهجه المفسرون هو اتجاه المرتبط بالزمن إذا كان في فترة وجود النبي صلى الله عليه وآله في مكة فهي آيات مكية وإذا كان في فترة وجود النبي أو هجرته إلى المدينة فهي طبعاً هذا الشيء السائد باعتبار أن الهجرة تشكل منعطف مهم وحيوي ومميز في تأريخ النبي وتأريخ الخطاب وتأريخ القرآن وتأريخ الوحي فالمنهج الثالث وهو السائد أن الآيات ترتبط هنا في الزمن زمن وجود النبي صلى الله عليه وآله سواء قبل الهجرة أو بعد الهجرة النبوية الشريفة زين هناك هذا الاتجاه الثالث قلنا هو السائد وهو المتعارف وهناك أغراض علمية مهمة تتحقق في تصنيف الآيات الشريفة إذا كانت مكية يمكن أن نعرف من خلال تصنيف الآيات ممكن أن نستشف تأريخ الإسلام كله تأريخ الإسلام كله وتسلسل الأحداث من خلال هذا التصنيف إذا خلطنا يضيع عندنا تسلسل الأحداث شوفوا أهمية قضية تصنيف الآيات مكية أو مدنية خصوصا بالنسبة إلى المختص بالنسبة إلى المفسر بالنسبة إلى المؤرخ بالنسبة إلى المحقق وبالنسبة للمهتمين في تأريخ النبي صلى الله عليه وآله لأن الآيات نزلت منسجمة مواكبة للأحداث فجاءت تعكس أحداث اللي مرت على النبي صلى الله عليه وآله من خلال هذا التقسيم وتحل عندنا حتى مشاكل كبيرة مثلا اليوم وهذه نقطة مهمة خصوصا الأخوة الشباب يسألون هذا السؤال أنه الحدود ما هو مبررها يعني قطع يد السارق والسارقة وهي في آية صريحة في القرآن الكريم لو إحنا غضينا النظر عن هذا التسلسل اللي أتحدث عنه بالأحداث ما رح نفهم أبعاد هذا الحد وأبعاد القصاص عموما ما رح تكون مفهومة لأن آيات القصاص والحدود هي آخر مراحل قام بها النبي صلى الله عليه وآله بعد تشكيل الدولة القضية ليست في مكة النبي ما كان عنده دولة ولا عنده نفوذ ولا مبسوط اليد ولا حتى في أي مرحلة من شوف القضية شئ المهم ولا أي مرحلة من مراحل المدينة المنورة بعد ما أقام دولته وسو نظام اقتصادي ووزع الأموال زين وسو مراكز توعية ومراكز انذار وإلى آخره إهني صار السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم وإلا ما يكون مبرر هذا بحيث أن السارق إذا سرق مع وجود هذا النظام المتكامل السارق يكون مريض زين السارق يكون عضو يجب أن يستعصل من المجتمع هناك مبررات كيف نفهم هذه المبررات نفهمها من خلال تسلسل النزول لأن النظم الأحداث بالنسبة إلى مجريات الأمور بناء على نزولها وبعدين هناك نقطة مهمة قد تجي في بال البعض كذلك نفهم الناسخ من المنسوخ إحنا مو عندنا آيات ناسخة وآيات منسوخة إذا عرفنا الأول عرفنا التالي عرفنا المكي عرفنا المدني نميز الناسخ من المنسوخ وهذا بحث طويل الذيل عند المفسرين زين العلماء عندهم طريقان لتشخيص أن هذه السورة أو هذه الآية مكية أو مدنية الأول هو مضمون الآيات القرآنية الكريمة نعرف من خلالها أن الآية أو السورة مكية أو مدنية عادة في مكة الآيات تتناول قضايا الجهاد قصد المدينة قضايا الجهاد قضايا النفاق قضايا الأسرة هذه عادة تكون مدنية أما المكية شنو قلنا تتناول مواضع التوحيد مواضع الوحي مواضع إثبات النبوة هذه طريقة من الطرق اللي المفسر والمختص يميز فيها هل هذه السورة مكية أو مدنية الطريق الثاني هو مراجعة النصوص التي وردت في نزول القرآن أكو نصوص مصاحبة روايات مصاحبة اتميز لنا ظرف نزول الآيات الشريفة سواء كانت مكية أو مدنية زين على ضوء هذا نسأل السؤال المهم اللي يختص في بحثنا هل سورة الفاتحة مكية أو مدنية هناك قول بمكيتها وهناك قول بمدنيتها احنا قلنا البارحة أن سورة الفاتحة بالذات ترتبط بعبادة مهمة اللي هي شنو الصلاة عفيا زين والصلاة شرعت في بداية البعثة في السنية الأولى أو في الأيام الأولى لعله من البعثة لهذا يرجح كما قلنا أمس شوفوا شلون هذا الموضوع له ذيول مهمة يرجح أن تكون الفاتحة كما هو القول الموجود عند المفسرين اللي موجود في مصادرنا أن تكون الفاتحة نزلت مرتين مرة في مكة ومرة في المدينة في مجمع البيان الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه يقول أن فاتحة الكتاب مكية عن ابن عباس وقتاده ومدنية عن مجاهد شوف أكتف يعني اختلاف في الموضوع في تفسير السيوطي أخرج الواحد في أسباب النزول والثعلبي في تفسيره عن علي عليه السلام قال نزلت فاتحة الكتاب بمكة وبما أنه جزء من الصلاة فيكون لابد أنها نزلت في مكة ولا يمنع أن تكون نزلت في المدينة كذلك مرة أخرى إذن هذه القضية قضية نزول الفاتحة في مكة أو في المدينة لها لوازم مهمة إحنا إذا نحب القرآن نحب تفاصيله نحب خصوصياته المنهج التقليدي يقتضي أننا نمر بأسباب النزول ونمر بمكيتها ومدنيتها وما يحيط بها اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة